بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن الحكيم الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر لهما حساب دقيق حتى بنقدار ثانية نتخلف الشمس والقمر بحسبان يعني كلاهما لهما حساب دقيق أما الخصوف والكسوف واحدهما وهو الخصوف بقعة في هذه الليلة الخصوف يعني القمر فيه خاء الكسوف يعني الشمس القمر إذا أخذ يسمى خصوفا والشمس إذا أخذت يسمى كسوفا وكل واحد من الخصوف والكسوف إما جزئي وإما كلي الجزء يعني في الجملة شوية منه يؤخذ الكل يعني كله يؤخذ فيما الخصوف والكسوف أحيانا مرئي وأحيانا غير مرئي المرء يعني شنو؟ يعني نشوفه غير مرء يعني تحت الأرض يؤخذ الشمس يؤخذ الشمس ويؤخذ القمر تحت الأرض ويسمى بالخصوف والكسوف غير المرئيين إذا فوق شفناه يسمى مرئي إذا ما شفناه يسمى غير مرئي وفي الأحادي ذاك إنه علامة غضب الله تعالى يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى لما نظم الكون وكون الكون كان يعلم في أي الأوقات البشر يعصون أكثر الله تعلمنا هذا يعلم أنه في ليلة خمستعاش من شاه الربيع الثاني من سنة 1398 أو تسعين هجرية البشر يعصي أكثر يعني في هالأيام أو في فلان شهر في فلان يوم البشر يعصي أكثر فاخذكت الخصوف والكسوف توقيت يطابق هذا الشيء علامة لغربه الأكثر على العصاة والذين يخالفون عوامره فالخصوف والكسوف ظاهرتان طبيعيتان لكن توقيت الله تعالى لهم حين خلق الكون طابق مقت معصية الناس أكثر والله يعلم ذلك فوقتهما حتى يكون علامة لغربه في الأحاديث أنه إذا صار الخصوف أو الكسوف فافزعوا إلى مساجدكم روحوا إلى المساجد فصلوا صلاة الآيات من الممكن أن يقول إنسانا نحن نشوف معصيل الله أكثر في وقت الخصوف والكسوف صح نحن نشوف لكن هل نحن نعدف كل الكون؟ الصين والاتحاد السوفيتية وأمريكا وروس وفرنسا أو أماكن أخر كل هنا عارفوها؟ لا لعله في هذه الأوقات أخرى بربع ملايين من البشر ثلاث ملياردات منهم يعصون الله والله هو العالم فمدليل على أننا ما رأينا في الكويت معصية أكثر أو أقل نقول أنه لا ماكو معصية لا لا أبدا ماكو دليل هذا توقيت الخصوف والكسوف يوم خلق الله الكون وقتهما وأدارهما ونظمهما بحيث يصادف الخصوف والكسوف المعصية الأكثر من البشر كما إذا كانت المعصية أكثر أكثر في الأحاديث اتزعوا إلى مساجدكم يعني روح المساجد خلوا واستغفروا الله سبحانه وتعالى وتوبوا إليه حتى يرفع عنكم البلاء هذه الصلاة تسمى صلاة الآيات هاي واجبة الصلاة الواجبة من جملتها الصلاة اليومية ومن جملتها صلاة الآيات وإذا في أول شبابكم ما كنتوا تصلوها لازم يستقبوها يعني فرضا الآن عمري أنا 30 سنة أنا هذه السنة سنوجه أصلي صلاة الآيات السابق ما كنت أصليها الآن يجب علي أن أقضيها تلك الصلوات أحسب عمري في كل سنة ما يصادف 3-4 صلوات على أكثر التقدير فأنا من 15 بلغت الآن عمري 30 سنة يعني 15 سنة 15 في أربعة 60 صلاة آيات أقضيها بيوقات فراغ صلاة الآيات آيات يعني شنو؟ آيات جمع آية الآية يعني علامة العلامة يعني علامة غضب الله سبحانه وتعالى صلاة علامات غضب الله شنو الآيات؟ ولماذا؟ لخسوف القمر لخسوف الشمس للزلزلة أنتم لا تشاهدون زلازل في الكويت كويت البلاد البحرية غالباً ما يصير فيها زلازل البلاد الجبلية يكون فيها زلازل أخلياً للبلجا البحرية قمر فيها زلازل وسبب الزلازل هي تحرق الجبل غالباً يعني انفجارات يصير في داخل الأرض و samen انفجارات تنفر 요عنال وجبال كما الجبال تسبب تحرك العراب المجاورة هذه السبب الظاهرة والطبيعية لها أما وقعها غضب الله كما ذكرنا خسوف القمر سبب الصلاة خسوف الشمس سبب الصلاة الزلزلة سبب الصلاة الرياح الحمراء والسوداء والصفراء قبل سنتين لسنوات صارت هنا حشي كله صليمي عايات سبب ريح مظلمة سيئة كلش سوداء أو حمراء أو صفراء أو ما أشبه هذه أيضا تسبب الصلاة وتسبب الصلاة أيضا الحد حد ماكو في الكويت البلاد اللي فيها جبال أحيانا في الجبل بطول هيقع هيسمى حد هذا أيضا يسبب الصلاة الصيحة الصيحة أحيانا الإنسان يسمع فرج صياح هائل في الجو مبرق وراعد لا وإنما الصياح هائل في الجو يسمع أحيانا يصغل هذا الشيء هذا يسمى أيضا بما يوجب صلاة الآيات وهذه الصلاة قلنا مثل صلاة الظهر ومثل صلاة العاصر ومثل صلاة المغرب والعشاء والصبح واجبه على كل رجل وامرأة بلغ البلوغ الشرعي وإذا ما مصليه الإنسان يجب أن يقضيها وإذا في عائلة الإنسان نساء بنات أولاد ما يعلمون هذا الشيء يجب على الإنسان أن يعلمهم أما كيفية هذه الصلاة كيفية هذه الصلاة ركعتان مثل صلاة الصبح الفرق بين صلاة الصبح أنه صلاة الصبح كم ركوع فيها؟ ركوعان هذه الصلاة عشر ركوعات فيها تقول الله أكبر تقرأ سورة الحمد وآية تركع ترفع رأسك من الركوع من السجود آية تركع بسم الله الرحمن الرحيم ركوع رفعت رأسك من الركوع قل هو الله أحد ركوع رفعت رأسك من الركوع الله الصمد ركوع رفعت رأسك من الركوع لم يلد ولم يولد ركوع رفعت رأسك من الركوع ولم يكن له كفوا أحد ركوع كم ركوع صال خمسة بسم الله ترفع رأس الماء الروء و تروح للسجدة 5 ركوعات تروح للسجدة وتسجد السجدتين'Don home ونفس الشيء تكرر قل هو الله عهد عن نفس السورة الحمد بسم الله الرحمن الرحيم سبتو حميد قل هو الله عهد ركوع الله الصلاة ركوع لم يلد لم يولد ركوع ولم يكن له كران حد وركوع وقبل هذا الركوع العاشر تقنط هذه كيفية بسيطة لهذه الصلاة الكيفية اللي شيء أصعب منها أنه أشر مرات تقرر حمد وقل هو الله أحد حمد يقول هو الله ركوع 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 حمد يقول هو الله الخامس أيضا ركوع كما أن من المستحب خمس قنوطات فالركعة الثانية قبل الركوع الرابعة قبل الركوع السادسة قبل الركوع الثامنة قبل الركوع العاشرة قبل الركوع مستحب الخمس قنوطات هذه مسالة هناك مسالة أخرى أن وقت هذه الصلاة حين الانكساف والانخسار أما إذا صار الزلزل يطورا لازم تصلي أما إذا صار قصوفه وقصوفه من أول الليل ساعة ستة إلى ساعة تسعة كل هالوقت اللي صليت هنا يخالف ومن المستحب شرعا والذي لا يعملون به ولا نعمل به أن الإنسان يطول الصلاة من أول الخسوف إلى آخر يعني هالليلة شمسة كانت تس ساعة لذا المستحب الصليت على الصلاة بها الطول في ركوءها ألف بارو سبحان ربي العظيم في سجوتها عجبتها الأطمار سبحان ربي الأعلى وعلى هذا المعدل هذا مستحب شرعا إطالة هذه الصلاة بمقدار الخسوف والكسوف أو يقرأ سورة الحمد وسورة البقرة في كل ركعة الإمام أمير المؤمنين كان يصلي هذه الصلاة ويقرأ بعد الحمد في كل ركعة سورة الكهف نصف جزء يعني أشر مرات نصف جزء كم جزء؟ خمسة أجزاء أما أنه إنا ما حدك خرق تطولها قسم من الذين كانوا يصلون خلفه غشي عليهم وسقطوا يعني أفره أربع ساعات خمس ساعات ما نجري أكثر أتال للإمام أطال الحقيقة الأعمى كانوا يرون غضب الله نحن ما نشوف نحن مثل الأعمى كيف يفرض الأعمى هنا؟ كل شيء ما يشوف يشوف كلك؟ ما يشوف يشوف اللون؟ ما يشوف يشوف العذاب؟ ما يشوف كل شيء ما يشوف أعمى أعمى ما يشوف خلاص نحن أعمى ونحن أصم أعمى وأصم لكن هم كانوا يرون هذه الأشياء الغيبية الواقعية ولهذا كانوا يخافون أفرض الآن أنت في السفينة قاعد وفرد واحد أمو إياك قاعد أعمى ما يشوف هل ما يحس بالغرق ما يشوف لكن أنت اللي يحس بالغرق شلون تخاف قلت علي بأربع ساعات خفر الغرق أكو كل هالأربع ساعات تتفيه أفضل لأن تشوف أنت ذاك أعمى ما يشوف إش هو لعله يضحك على عقلك أيضا يقول له هذا إلوش الأئمة كانوا يشوفون عثار غضب الله وأنه شنو يصير لأن عثار غضب الله سبحانه وتعالى ما معنى الآن الله ينتقم منك في لحظة لعله صار غضب وتعالى سنة إنسان اقتولي والعيادة بالله بالبرض لا إله جلال وقتين للحكومة تغضب على إنسان فورا يلقي القبض عليه أبدا مدليل لعله الحكومة غضبت على إنسان وما لقت القبض عليه وما لقت القبض عليه وإنما بعد أسبوع بعد أسبوعيا أحيان بعد ستة أشهر وأكثر وأكثر يلقي القبض عليه من الممكن هذا الشي فكون الخسوف والكسوف من آثار غضب الله مو معنى أن غضب الله الآن يأخذ الناس لا مدلل لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن الفرار عن حكومته الله لا هو وحده وأكيد أنت وارك له نجي فرد واحد إحدى الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله من جملة موعد الإمام له قال إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من مملكة الله وعص الله أكو مكان أكو فرد مكان تخرج من مملكة الله تعالى ما هو مملكة الله تروح بالقمر ما مملكة الله تجي في العرض ما مملكة الله تروح في البحر ما مملكة الله 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 مملكته ممتدة كل ما تروح مملكه والأبد كل ما تروح مملكه والأبد قال الإمام الحسن إذا تمكنت أن تخرج من مملكة الله فعصي وإذا تمكنت أن تحرب من الله فعصي الهروض ممكن من حكومة الكويت من حكومة العراق من حكومة مصر من حكومة كارتر ممكن الهروب تروح على مكان آخر لاجئ سياسي أو تختفي في مكان وما تشوفك الحكومة ويدورون عليك وما يجدوك هذا ممكن أما هل من الممكن أن تخفى على الله أبدا ممكن فالله ما عنده عجلة وهذا وقت كان فردو أستاذ قصة جميلة فردو أستاذ كان عند تلامير عشرين خمسين أكثر أقل يحترم أحدهم أكثر من الآخرين يحترم أكثر هذه لحقيقة أسهر موجه من التساؤل وووش ك Riot أكثر من التساؤل على أن هذا الأستاذ لماذا يحترم هذا التلميذ أكثر من غيرنا مما سواه من غيره يعني من إحنا فردو قال إلى الأستاذ قال يتحترم هذا التلميذ أكثر من عدنا لماذا تحترمه أكثر من عندنا قال لحقيقة له سبب قالي شنو السبب قال أقول لكم ما هو السبب ذات يوم جاء إليهم التلاميذ بفراريج دجاج أو طير حمام كل واحد سلمه طيرا 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 وقال له اذهب وانذبح هذا الطير في مكان لا يراك أحد وأتني به غدا كلهم جاءوا سلام عليكم هذا الولد المحترم أكثر جاءوا طير حي بيده قال أما قلت لك اذبحوا قال إنك قلت اذبحوا في مكان لا يراك أحد إني وجدت فتشت وما وجدت مكانا لا يراني أحد شلوه بالسرداء بالغربة قال كل مكان كان الله معي قل هو الله شنو أحد فرأى عني أحد قال شفتوا عني أحترمه أكثر لأنه أذكم من البقية فكل مكان الله موجود وكل مكان الله له رؤية وكل مكان الله له سمع وكل مكان الله له إدراك من صفة الله يا مدرك مدرك هذا معنى والله إنسان ليفر من حكمه شي طبيعي ففي الأحاديث التي وردت بالنسبة إلى صلاة الخصوف والكسوف إنها علامة غضب الله مو معنى أن الله إذا غضب يعني في اللحظة يأخذ الإنسان لا مدرك لأنه لا يمكن الفرار من مملكة الله ولا يمكن الفرار من حكومة الله كل مكان له حكومة وكل مكان لله مملك في الأحاديث إذا خسفت إذا خسف القمر وكسفت الشمس أو صارت الزلزلة أو الرياح السوداء والصفراء أو الحد أو الرجفة أو الصاعقة أو الصيحة ففزعوا إلى مساجدكم وفسرنا بعض هذه الأمور الخصوف للقمر الخصوف للشمس الزلزلة معروفة الرجفة أحياناً شايفينه وما شايفين الطائرة وقت اللي تطير فالإرتجاف يصير في البناء زلزلة من الأرض تصير الرجفة مو من الأرض من الحواء يصير شوف الآن هذه الغرفة اللي تشوفوها الآن هذه الغرفة ممتلة بالهواء تترنح الشباب شوفاً 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 خيش يصير ما بالرجفة الخصوف الخصوف أو ينخفض الأرض أو يصيرها الشكل نور هيسمى عدة وشيء آخر الصيحة الصيحة أحياناً الوناس الذين في الجبال يعني بلادهم بلاد جبلية مثل يابان أو مثل بعض مناطق إيران صير هذا الشيء فليدمروا كل شيء ما يقوي يصير لهم فلصوت عائل هيسمى الصيحة الصيحة السماوية أحياناً يصير هذا الشيء وهذا أيضاً من أسباب صلاة الخصوفة والكسوف والصاعقة أحياناً تنزل الصاعقة ويرسل الصاعقة فيصيب بها من يشاء الصاعقة أحياناً تأتي والعياذ بالله وتخترق وتقتل وتحرق مكانات واسعة إذا جاءت صاعقة أيضاً إنسان يجب أن يصلي صلاة الآياب الخصوف الزلزلة الحدة الرجفة الصيحة الصاعقة الرياح الحمراء والصوداء والصفراء شمع الصلاة؟ عشرة أنا سأل الله عن توفيق لما يحب ويرضاء شكراً لكم